بسم الله الرحمن الرحيم عيش الغراب أو المشروم زي ما هو يعني معروف ما بين الناس الاهتمام بيه بزراعته وتشجيع الناس على أكله زاد قوي وإلى حد كبير في السنين الأخيرة المشروم أنواع وألوان وأشكال وأحجام مختلفة وفيه حوالي 5000 نوع من المشروم إنما 10 أنواع بس هي اللي بتتزرع للاستهلاك وعلى المستوى التجاري وغالبا بيبقى المشروم الأبيض هو أشهر نوع من ناحية الزراع والتصدير والاستيراد والاستهلاك المشروم يأما بيطلع الواحده كده في الطبيعي يعني أنواع برية وده زي اللي ممكن نشوفه كده في مناطق الغبات والمناطق اللي فيها مساحات من الأعشاب أو إن المشروم يتزرع بمواصفات معينة وظروف خاصة علشان زراعته تنجح ويد محصول بكميات معقولة ومن الأمور الترخية الزريفة بالنسبة للمشروم هنلاقي البرديات مصرية قديمة مكتوب فيها إن المشروم هو نبات الخلود يعني اللي يكلوا بصفة مشتمرة حيعيش للأبد لدرجة إنهم خلوا من الأصناف الخاصة بالأمراء والملوك الفرعنة بس ومنعوا الناس من عمة الشعب إنهم ما يكلوا وبعد قبائل الأمازون في أمريكا الجنوبية اللغة بتاعتهم فيها كلمة واحدة معناها لحمة وفي نفس الوقت معناها المشروم على أساس إنهم بيعتبروا المشروم معادل ومكافل اللحمة من حيث القيمة الغذائية وكل الفوايد كمان بتاعتها قدماء الرومان كانوا بيعتقدوا إن الأكل الأساسي للآلهة بتاعتهم هو المشروم والأواطر الرومان كانوا بيعينوا موظفين كل شغلتهم إنهم يكلوا من كل الأكل اللي بتحط قدام الإمبراطور بحيث لو أي صنف في مشكلة صحية أو محطوط فيه سم مثلا يبقى الموظف هيتكل وهو كمان في غاية السعادة إن حياته مراحتش أوانطة ولا هضر إنما علشان الإمبراطور يعيش وطبعا المشروم كان من ضمن الأكلات دي اللي كانت عاوزة اختبار والسبب إن المشروم بصفة خاصة فيه أنواع كتيرة بتعمل تسامهم وناس كتير بتموت بسبب كده وبرضو السبب في الغالب إنهم كانوا بيعتمدوا على الأنواع البرية ولسه ما فيش خبرة كفاية باللي يصلح للأكل يعني من غيره وبرضو ده كان من الأسباب اللي خلت فيه تحذيرات كتيرة وعلى مستوى العالم من أكل المشروم البري بصفة خاصة ده غير إن الأساسات زباق المتتخصصين عملوا حاجة كده زي الجداول بنوعيات المشروم الصالحة للأكل واللي ما يصلحش للأكل مع رسوم توضحية لكل النوع وبالمناسبة يعني فيه أنواع سامة من المشروم ممكن تعمل إبادة كاملة للغابات اللي هي بتطلع فيها إبادة لكل حاجة نباتات وحيوانات وطيور حتى الأنواع المعروفة بشكل نهائي إنها صالحة للأكل أحيانا بيبقى فيه منها أزأ وضرر ممكن يوصل لدرجة التسمم وده لو كانت قديمة ومر عليها وقت طويل بدون استهلاك أو لو كانت تخزين بتاعها سيء وتخزينت بظروف غير مناسبة وغير صحية ومن باب الكلام في المعلومات العامة وبكل اختصار نقول إن المشروم بينتمي لمملكة الفطريات المملكة دي فيها من 1.5 إلى 2 مليون نوع من الفطريات الفطريات كلها بصفة عامة هللاقا منتشرة بكل مكان يعني موجودة في التربة الراطبة اللي فيها مية والتربة الجافة في المية العزبة الحلوة في المية المالحة وفي الهوى وفي كل مكان تقريبا الغالبية العظمة للفطريات بيبقى ضار ومؤذي يعني بيسبب بفتاة الأغذية بتسبب كمان أمراض فطرية جلدية وداخلية إنما كمان فيه أنواع مفيدة زي فطر الخميرة اللي لابد منه علشان كل أنواع العيش والمخبوزات بمختلف أنواعها والزبادي وبعض أنواع من الجبنة وفيه طحالب خضرة قيمتها الغذائية بتبقى عالية جدا وفيه فطر اسمه فطر الكمقة ده بيعمل بعض الصحراء وبياخد شكل حبة البطاطس وده بيعتبر ألز وأغلى أنواع الفطريات وعندنا بقى عقار البنسلين الرائع اللي بيعتبر من أوائل وأهم الأدوية اللي تم اكتشافها البنسلين ده كمان بيتعامل من نوع معين من أنواع الفطريات المشروم فيه عناصر غذائية كتيرة ومفيدة إنما أهم الحاجة الحقيقة في المشروم إن الدهون والنشوات فيه قليلة جدا يعني هيبقى ممتاز لللي عاوز يخسس نفسه أو لأي مريض تكون نسبة الدهون عنده عالية ومش محتاج زيادة كمان المشروم سعراته الحرارية قليلة قوي يعني 100 جرام بتدي 22 شعر حراري بس بينما الميت جرام من اللحمة بتدي 112 شعر حراري ده غير طبعا الدهون اللي فيها برضه من الأمور المزهلة في المشروم إنه ممكن يمتص الأشعة فوق البنفسجية بتاعت الشمس ويعمل منها فيتامين دال حاجة كده زي اللي بيحصل في الإنسان تقريبا العناصر الطبيعية اللي فيها فيتامين دال الحقيقة بتبقى ليلا قوي المشروم واحد منها لو تزرع في مكان في شمس وبسبب كل العناصر والمزايا بتاعت المشروم كل خبراء التغذية تقريبا بيعتبروا غذاء شبه متكامل برضه المزايا دي خلية المتخصصين في الطب الشعب التقليدي يعالجوا بيع عشرات الأمراض وبسفة خاصة في الصين اللي استعملوا للأغراض العلاجية ويمكن لآلاف السنين يعني بيعالجوا بيه مثلا أو بيرفعوا بيه كفاءة الجهاز المناعي وكمضاد ضحية وطبيعي وحمال جسم من الالتهابات الجلدية والأغشية المخاطية والأمعاء والأنيميا والسرطان وبيعمل حماية للجسم من تراكم الدهون فيه ونزيف الكلة وتضخم الطحال وبيعمل على استعادة القلب للحجم الطبيعي بعد الإصابة بتضخم القلب الانتاج السنوي من المشروع بيوصل لحوالي 200 مليون طن يعني 200 ألف مليون كيلو جرام أمريكا بس لوحدها بتنتج حوالي 200 ألف طن وبعدها فرنسا 180 ألف طن وبعد كده بيجي هولندا والصين وتايوان الحقيقة للأمريكان بصفة خاصة اهتمامهم كبير قوي قوي بالمشروع لدرجة ان عندهم احتفال في 4 فبراير من كل سنة وبياخدوا اليوم ده أجازة واحتفالهم بيبقى بالمشروع عن طريق كل الأكل اللي بتعمل في اليوم ده لازم المشروع يكون داخل فيه بأي صورة من الصور الأمريكان كمان بيعتبروا شهر سبتمبر هو شهر المشروع طبعا ما بياخدوش شهر ده أجازة إنما بيبقى فيه تركيز كبير قوي من كل وسائل إعلام على المشروع وفويده والتشجيع على أكله برضو في 15 أكتوبر من كل سنة بيبقى فيه احتفالات بالمشروع في ولاد كتيرة في أمريكا وفي نفس الوقت بقى في بلاد أوروبية كتير وغالبا كل الأكل والحاجات اللي بتتشرب في اليوم ده بيبقى داخل فيها المشروع وكمان كل حاجة بتبقى وغدى أشكال وألوان المشروع بالفعل أشكال وألوان المشروع كتيرة ومتعددة والحقيقة محببة في نفس الوقت للصغير والكبير وفيه شركات كتيرة أو استغلت الموضوع ده وعملت بقى لعب أطفال وأدوات منزلية وأدوات مكتبية على شكل المشروع ده غير أفلام الكرتون يعني آخر نقطة أن أقول في المجال ده أن طبخ المشروع بالغليان صحيح بيقلل شوية من حجمه إنما في نفس الوقت بيرفع قوي من تركيز العناصر اللي فيه خاصة الأملاح المعدنية على أي حال وزي ما شوفنا المشروع فعلا مفيد جدا وطعمه لذيذ ومقبول وجميل سواء التكل لوحده أو مع أي إضافات تانية أو مع أي أصناف تانية وبيعتبر بديل ممتاز للنحوم وخالي تماما من الكوليسترول يعني إلى حد كبير يعتبر فعلا غزاء الشبه متكامل وإلا ما كانش بقى أكل آلهة الرومان وأكل الأمراء والملوك الفراعنة في وقت من الأوقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته